أفضل وأسهل طريقة لتنظيف فرن البتجاز مهما كان درجة السخة ومهما كانت الدهون والحروق فيها السلام عليكم أهلا بيكم معنا في قناة بيتي بيتك النهاردة بإذن الله هنعرف إزاي ننضف فرن البتجاز وأنا هنا أقصد تنظيف عميق لفرن البتجاز بدون مزيل للدهون عشان الناس اللي مش متاح لها أنها تشتري منظفات وكمان الناس اللي عندها مشكلة في المنظفات الصناعية لو حد مثلا عنده حساسية أو عنده مشكلة في النفس فإحنا هنا بمكونين موجودين طول الوقت في بيتك ومش مكلفين أبدا وكمان ليهم فاعلية في التنظيف والتعقيم وفي آخر الفيديو هقولك بإذن الله إزاي تحافظي على فرن البتجاز نضيف باستمرار طول الوقت الأول امسحي الفرن بفوطة مبلولة أو إشفاطي الحاجات اللي وقع في فرن البتجاز بالمكنسة وشيل الصينية بتاعت الفرن والشبكة وامسحيهم كمان بالفوطة ولو تقدر يتفك الشبكة اللي في جنب البتجاز لو البتجازت من النوع اللي فيه شبكة في الجنب يبقى كده تمام فكيها لو ما تقدريش خلاص إحنا ممكن ننظفها من غير ما نفكها عادي الخطوة الثانية إن إحنا هنجهز المكونات اللي هنستخدمها النهاردة وهي تجهيز بيكاربونات السوديوم والخل وبالطبع هيكون معانا مية وبعدها نضيف بيكاربونات السوديوم الكمية المناسبة حسب مدى اتساخ الفرن عندك يعني ممكن نضيف كوباية بيكاربونات السوديوم أو نص كوباية حسب مدى اتساخ ومساحة الفرن بتاعة البتجاز عندك هنضيفها على ربع كوباية مية ونقلبهم كويس بحيث إنها تكون متمسكة عاملة زي العجينة بعد كده بنبدأ نوزعها على أرضية الفرن والجناب وباب الفرن وكل الأماكن اللي عايزة تنظفيها ولو عندك باب البتجاز إزاز طبقتين بيتفك هتلاقي كلبسات أو مسامير في الجناب فكيها عشان تنظفي الإزاز من ناحيتين وده هيفرق كتير على فكرة في تنظيف البتجاز وهتلاقي في وصف الفيديو أو في التعليق الأول هسيب لك فيديو يعلمك إزاي تفكي إزاز الفرن وتنظفي الباب المهم بعد ما وزعت بكربونات السوديوم على كل الأماكن اللي بتنظفيها هتجيبي بخاخة فيها خل ونبدأ نرش في كل الأماكن بحيث سطح الفرن يكون متوزع عليه بكربونات السوديوم والخل ونسيب الخلطة دي لمدة ساعة بدون ما نلمسها ولا نعمل أي حاجة ونفس الخلطة هناخدها ونحط منها على شبكة الفرن وكمان على رف الفرن اللي احنا شرناه ونوزعها بفرشة ونعمل عملية نقع للفرن والشبكة والرف بتاع الفرن هنسيب الخلطة لمدة ساعة أو ساعتين وخلال الساعة أو الساعتين دول هتبدأ يتنظفي مطبخك الموعين تروائي بيتك وبعد ساعة أو ساعتين حسب اتساخ الفرن عندك المهم تعملي عملية النقع دي علشان هي اللي هتسهل عليكي التنظيف بعدها هتجيبي فرشة أو سلكة موعين وتبدأ تدعاكي الفرن بالخلطة دي كويس جدا ولو فيه اماكن فيها بقع زودي عليها من الخلطة تاني ودعاكي كويس خالص ومشي الفرشة أو السلك على كل الفرن وكمان على الجوانب وكمان تمشيها على الشبكة والرف بتاع الفرن والازاز من برة ومن جوة وكمان مرة هنسيبها ساعة أو ساعتين بعدها بليفة أو فوطة مبلولة مياه سخنة وابدأي امسحي ونظفي الفرن هتلاقي كل الدهون وللتساخات نضفت معاكي بسهولة واستهلكتي تقريبا ربع المجهود والوقت اللي انتي بتستهلكيه في التنظيف عامة وبعد ما تنظفيها هتلاقيها بتلمع وكمان بكربونات السوديوم هيمتص أي روايح من بواء الأكل أو حروق كانت موجودة في الفرن بالإضافة لأنه بيعقم وخصوصا مع إضافة الخل كمان هيلمع معاكي الفرن أما لو وصلنا لنقطة إزاي تحافظي على الفرن نضيف باستمرار والبتجاز عموما عن طريق بخاخة فيها خل وصابون مواعين ومية والبخاخة دي هتكون موجودة عندك باستمرار جنب إزازة سائل تنظيف المواعين وبعد ما تخلصي الطبخ والفرن بتكون لسه دافية ترشي من البخاخة على الفرن والشبك بتاع الفرن وبفوطة تمسحي أي حاجة وقع على سطح البتجاز أو على سطح الفرن هتلاقي الفرن بقت زي الفرن وندفت ولما تيجي تستخدميها في المرة اللي بعدها هتلاقيها نضيفة وزي الفرن أتمنى أكون قدرت أفيدك لو استفدتم معنا ادعمونا بلايك اشتراك كومنتو محفز والسلام عليكم ورحمة الله